السلام عليكم ورحمة الله أخواني الأفضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الثلاثاء 26 مارس وهذا حديثي إليكم والدقيقة تقريبا ثالثة وخمسة وعشرين بتوقيت الجزائر وهذا تعريق سريع على خطاب قايد صالح قبل قليل من ورقلة واللي أعلن فيه تطبيق المادة 102 آخيرا يتبق حل متأخر جدا وجزئي جدا طبعا كنا ذكرناهم منذ سنوات أن تطبيق المادة 88 كان يجب أن تطبق اللي هي اليوم المادة 102 كان يجب أن تطبق في 2013 في ماي 2013 عندما كان بوتفليقة في حالة ما بين الحياة والموت في مستشفى عسكري فرنسي أنا ذاك كان يجب تطبيق المادة 88 اللي تسمى اليوم المادة 102 بعد التعديلات اللي قاموا بها إذن رد الفعل الأولي والمباشر نحن نعرف جيدا ما نريد والشعب يعرف جيدا ما يريد وهو الآن المادة 102 تجاوزها الوقت تجاوزها الفتح الحل المادة 102 لو طبقت في 2013 2014 حتى قبل 22 فبراير 2019 كان ممكن كان ممكن لكن بعد ما خرج الشعب بعد ما خرج الشعب وانتم مقاعدين تحكموا باعترافكم أنتم برجل شبه ميت يعني هذا أنت على الارندي الناتق الرسمي اسم الارندي قال كانت مجموعة غير شرعية وغير دستورية تحكم باسم الرئيس اعتراف من ثاني أكبر شخصية داخل الارندي حزب الإدارة حزب قويحية حزب المخابرات قبل 22 فبراير كان ممكن المادة 102 بعد 22 فبراير فاتها الحال المادة 102 الشعب الآن يطالب ترحلوا يعني ترحلوا وترحلوا وقع تتنحى وقع والنظام يجب أن يرحل ويسلم الأمر للشعب لأنه وش معنى تطبيق المادة 102 تطبيق المادة 102 معناها يجيبوا الآن بن صالح اللي يسموه رئيس مجلس الشيوخ ولا رئيس مجلس الأمة يحطوه 90 يوم وفي هذا 90 يوم يجيبونا واحد من توحم سواء يخرجونا من الأرشيف أو يخرجونا من من مكان آخر اللي ترضى عليه القوة الخارجية والدويلات الخليج ولا رأسهم الإمارات اللي رأي تلعب دور رئيسي وتحرك الأمور بدور رئيسي بكل أسف وألم ولينا تحت أرجل دويلات مش فقط تحت أرجل الإمبراطوريات والاستعمارية معناها يعودوا يجيبونا واحد يعودوا يجيبونا واحد نتاحه 90 يوم وش معناها 90 يوم تطبق اليوم يطبقوا المادة 102 اليوم شحرنا أو غدوة اليوم نحن 26 مارس معنا 26 أفريل 26 مي 26 جوان في 26 جوان ننتخبوه في واحد من أبناء العصابة هذا هو اللي رح من يكون مطروح حتى لو ما كانش يظهر أنه من أبناء العصابة حتى لو جابوا واحد من قبل وما كانش داخل وما كانش يظهر إلى آخره راح يكون النظام يجدد نفسه وهذا اللي كنا حذرنا منه وهو أن النظام يجدد نفسه نحن لا نقبله ولن يخدعنا قد يخدع البعض هذا الموضوع قد يخدع البعض تطبيق المادة 102 الآن لها ضرر وضرر شديد فات الحل هذا كما يجي يصوم نهار العيد الصيام في رمضان واجب الصيام في نهار العيد موش فقط موش واجب حرام المادة 102 تهت المادة 102 هي إعادة لإنتاج النظام ولذلك الشعار هو رحيل يجب أن ترحل العصابات وجنيرالات البلاد يهتمون بإدارة البلاد حتى هذا كونه قيد صالح طبعاً احنا كنا عارفين عارفين أن الجنيرالات مولي يحكمه مقلب النظام كونه هو اللي يصرح هذا يعطينا مرة أخرى من يحكم في البلاد اللي كان عندهم شك ولو واحد في المئة أو واحد في الألف أو واحد في المليون ها هو يبان من يحكم في البلاد كالمفروض اللي يصدر هذا القرار هو المجلس الدستوري لو كان صح كان مجلس دستوري موش مزلش متع العلف متع الفاسدين المفسدين أو في أقل حالات كالمفروض ما يسمى برئيس الحكومة أن يعلن عليها نائب وزير الدفاع الجنيرال قيد صالح فهذا تثبيت لأن الحكم عسكري وأنه هو قلب السلطة كما كنا نقول دائماً وكانوا البعض يعتقدون أننا نبالغ عندما نقول الجنات هم وحكمنا طبعاً أنا عارف هذا وأنا شخصياً كنت طالب للقيد صالح باتخاذ القرار الصحيح لكن ليس هذا هو القرار الصحيح القيد صالح هذا ليس هو القرار الصحيح هذا تلاعب وهذا إعادة لإنتاج النظام وهذا ريسيكلاج لكم وهذا غير مقبول والشعب سيخرج ويقول أنه غير مقبول قد تخدعون 10% قد تخدعون 5% قد تخدعون لكن الحقيقة هو أن تطبيق المادة 102 ليس هو الحل إنه خداع ومخادعة كبيرة جداً ولن يقبلها الشعب صدقني الأغلبية الغالبة من الشعب لن يقبلها حتى 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 ولو قبلوها بعض الناس إما لأنهم يشعروا بأن هذا الموضوع بدأ يقول متعب بالنسبة إليهم أو لأنهم جماعة كما يسموهم الفرامجية وجماعة الكاشير فهذوك ليس مثلوا الشعب الجزائري الشعب الجزائري خرج لتغيير نظام تغيير جوهري تغيير كامل تغيير شامل في سياساته في سلوكياته في أفعاله في شخصياته في كل شيء أما نعود نولو لكاس دي بار نعود نولو المربع الأول لنتعي عادة نتاج النظام هذا لن يكون قمت بها عدة مرات خادعته في الشعب عدة مرات هذا لن يمر بإذن الله ولذلك نحن نقول لك أنك تأخرت وتأخرت جدا تطبيق المادة 102 كان ممكن قبل 22 فبراير شكرا ل Honda ارباطة دمانم شكرا ل Como شكرا لك شكرا لكم